هذا هو أول برميل متفجر ترميه طائرات الأسد على السوريين والذي استهدف بلدة معربة بريف درعا في نهاية الشهر السادس لعام 2012 لتبدأ بعدها سلطة الأسد بإمطار البراميل المتفجرة على كل مكان سكني يخرج عن سيطرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفي تقرير جديد لها حاولت من خلاله إحصاء ما أمكن توثيقه من تلك البراميل ركزت في تقريرها على محافظة درعا حيث كانت البداية لكل شيء تقول الشبكة إن السلطة الأسد استهدفت درعا وقراها بـ 11 ألف برميل متفجر أدت لمقتل قرابة 1200 مدنيا معظمهم نساء وأطفال هذا عدا عن أنواع الأسلحة الأخرى التي أدت لقتل المزيد من السوريين الشبكة قالت إن سلطة الأسد قصفت عموم سوريا بقرابة 82 ألف برميل حتى شهر آذار لعام 2020 تسببت بمقتل قرابة 11 ألف مدني بينهم قرابة ألفي طفل وألفي سيدة وهي إحصائية قابلة للتحديث في ظل استمرار التوثيق للقصف تقرير الشبكة خلص إلى أن هدف سلطة الأسد كان إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية والأضرار المادية الممكنة في المناطق العمرانية التي خرجت عن سيطرتها لتشريد أكبر عدد من أهالي محافظة درعا التي عارضتها واستغلال ذلك لاحقا في عملية إعادة الإعمار وفي توصيتها خلال التقرير تقول الشبكة إن استهداف المناطق السكنية بهذا السلاح العشوائي يرقى لمستوى جريمة حرب كما أن قتل المدنيين بهذا الشكل يعتبر جريمة ضد الإنسانية وأن عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي شجع سلطة الأسد على الاستمرار باستخدام هذا السلاح البدائي والهمجي تخضع درعا اليوم لسيطرة سلطة الأسد وتعاني من أثار القصف على البيوت التي لا تزال مدمرة ولا قدرة لكثير من أصحابها على الترميم بينما تبقى الحقيقة الراسخة لدى أبنائها أن المحاسبة قادمة لا محالة لسلطة قصفت ودمرت بيوتهم وقتلت الكثير منهم أكثر من 100 صاروخ على مدينة نواة